منحبا برج الحمل اهلا فيكم في القراءة العامة لك القراءة تسلحك الطالع والشمسي وايضا القمري او اي كوكب عندكم موجود في برج الحمل لازم انت لتشوفون القراءة وتحددون اذا تنطبق عليكم ولا لا هذه المرة القراءة عامة يعني رح ننظر الى الجوانب العملية من حياتك وايضا حتى بشكل سريع الجوانب العاطفية في اخر القراءة رح نشوف شلو بتكون لك المفاجأة اوكي ثلاثة الخماسيات تقريبا كل الامور قاعدة تمشي لمصلحتك وان كنت انت حاليا قاعد تقول لحد الان في بالي مشاريع او في بالي نتائج معينة ما حصلت لحد الان انتظر اموال انتظر يأتيني مردود على الاقل اوكي الموضوع يبيني شوية تصبر لان كل العوامل ثلاثة الخماسيات هذا الكار تقول لنا ان كل العوامل قاعدة تجتمع الحين تعمل لصالحك مو عكسك الطاقة متوفرة انت شلون تستخدمها يا برج الحمل انت شلون تسخرها من اجل نفسك ومصلحتك اهني اللي يفرق ان ليش في بعض الاشخاص من برج الحمل خلال هذا الشهر رح يكونون جدا مرتاحين ماديا وبعضهم يعيشون مثلا في نوع من عدم الاكتفاء وعدم الرضا الطاقة متوفرة هذا هو شهر تجميع جميع الموارد واستخدامها بافضل شكل ممكن مو شهر للصرف ترى لما شكت الرأس الخماسيات معناته ان اكثر من ضرورة في حياتك رح يستاهل انك تحط اموالك فيها في المكان الصحيح عشان تعطيك المردود على المدى الطويل يعني لا تصرفها في مثلا اشياء ثنوية او ما لها داعي تجنب المصاريف الغير الضرورية عشان تحطها في اشياء اهم الاشياء اللي رح تولد لك اموال اكثر هذه هي طاقتك بخصوص الاموال خلنا نشوف جانب الوظيفة اللي منكم الحين يعملون او اصلا هم موجودين في وظيفة البرج رح يصير اللي ما تتوقعه في الوظيفة يمكن يصير نوع من بس شيء ما يخصك انت بشكل مباشر شيء ما انت مسؤول عنه ولكن احد ثاني يقوم فيه مثلا انه يصير نوع من الاختلاص يصير نوع من رغبة احد زملاء العمل بالسفر من اجل العلاج او الخروج ترك العمل فانت هنا يتقع عليك المسؤولية خلال هذا الشهر في الوظيفة لانه رح يصير فيه خروج مفاجئ من بعض الاشخاص خروج مفاجئ اختلاص مفاجئ تغيير مفاجئ في مكان العمل خلنا نشوف الحين جانب المشاريع اللي منكم يملكون بيزنس اوكي طلع عندنا كرتين تحوهم مع بعض خمسة السيوف هذا الكرت يقول لك يا برج الحمل يا عزيزي ما تقدر تستعجل على النتائج المرضية نستمد هاي الطاقة من طاقة النصيحة هني لامورك المالية في امور معينة انت عارف شلون تبي تمشيها في البزنس وعارف شنو مصلحتك وين مصلحتك ما نختلف على هذا الشيء ولكن الاستعجال او محاولة انك مثلا تتهم اوكي بسرعة حتى وان كانوا عندك موظفين بما ان انت صاحب المشروع او عندك شركاء في المشروع الاتهان السريع الاستعجال السريع طاقة محاولة انك تصلح الامور بسرعة خلال هذا الشهر ابدا مو من مصلحتك وانما الصبر والتريث والانتظار ان انت تطول بالك على الناس اوكي محتاج جدا طاقة النفس الطويل مع البشر والنتائج خلال هذا الشهر واللي بعدها ثمانية الخماسيات ولكن مثل ما شفته طلع معكوس لما يكون معكوس معناته انه ابدا مو معناته ما حسيني ان طاقته سلبية وانما طاقته هني قاعدة تقولك انت بدل ما تستعجل اوكي في بيزنسك على النتائج انت لازم تحاول تغير 180 درجة في طريقة ادارتك للبيزنس لازم يكون فيه شفت لازم يكون فيه نقل نوعية لطريقة ادارتك للبيزنس اذا انت معتمد مثلا على موظف واحد لازم تزيد الموظفين اوكي لازم تقلص عدد الموظفين لازم يكون فيه تغيير يتناسب مع طموحك فهني كأنما النصيحة لك في البيزنس لانت انت انطقل من طاقة الاتهان طاقة اللي ليش ما مشيت الامور على مزاجي لان برج الحمل اهوى البوس او الرئيس بطبيعته يحب المبادرة اوكي محتاج ان انت تغير لما يكون هذا الكرت معكوس يقولك ابتعد شوي عن البيزنس انظر له من وجهة نظر محايدة اوكي وقل في نفسك شنو محتاج اسوي عشان احصل النتائج هل محتاج اني اضخ اموال اغير في الديكور لان اشوفك اهني في هذا الكرت منغمس جدا في العمل منغمس في الادارة الروتينية بشكل يومي بحيث انك ما قاعد تشوف النظرة العامة ما قاعد تشوف الصورة العامة لبزنسك منغمس في التفاصيل ابتعد شوي عن التفاصيل عشان تتضح لك الرئيه خلا نشوف الحين الدراسة يا برج الحمل ايضا كرتين طاحة وما بعد اول كرت الخماس الاول ولكن طلع مقلوب اوكي واللي وراه ثلاثة الاكواب ولكن طلعت مقلوبة ما احسي هني ان الطاقة عكسية ولكن احس ان ان دائما كنت يا برج الحمل متعود انك تكون مثلا رئيس على رئيس او متفوق في مكانك الدراسي في الفترة القادمة راح تنحط في مشروع تنحط في مسئولية امام مسئولية تضطر انك تثبت في مهاراتك وجدارتك ولكن بعيدا عن المجموعة بعيدا عن الصف الكلاس الاشخاص زملاء الدراسة تضطر خلال هذا الشهر انك تنفصل عنهم تبتعد عنهم حتى مساعدتهم لك راح تكون بعيدة ما راح يقدرون يساعدونك مثل ما انت تعود وانت بعد ما راح تقدر تساعدهم فيه هنا انفصال على الناس في محيط الدراسة محتاج في الفترة القادمة ان انت تركز على نفسك وتعتمد على نفسك لانه هذه هي الطاقة الموجودة امامك برج الحمل من الابراج الاجتماعية اللي يحب ان يسوي الشيء مع الناس وهذا عكس شوية طبيعتك فرح في الدراسة راح شوية تضطر انك تطلع عن الكمفورت زون او الطاقة المريحة المعتاد تضطر انك تطلع عن المعتاد احتمال هنا ان بعضكم قاعد اشوفه يقدم شيء خاص فيه في الدراسة شهادة ماجستير اوكي رسالة معينة تقرير معين ولكن التقييم راح يحسب فيه فرديا وان كنت انت في مجموعة او مضطرة قدمة فرديا شيء كذي فركز على نفسك في الدراسة في الفترة القادمة وما عليك هنا طاقة تقولك ما عليك من زملائك وما عليك حتى من اللي يشتغلون معاك في المشروع في الدراسة مثلا تقول انا نتائجي انا اشهد اكثر منهم ليش اهمة يحصلون نفس النتيجة ما عليك على المدى الطويل ما راح تكون نفس النتيجة على المدى الطويل ما راح تحصلون نفس الامتيازات اوكي الحين خلا نشوف الباحثين عن عمل ثلاثة الخماسيات العمل الباحثين عن عمل طبعا الطاقة المتوفرة امامكم دائما ان ما تكونون قاعدين في البيت تتضرون العمل يدق عليكم البعض ان انتو تبتدون تسعون لان الطاقة المتوفرة مشروطة بسعي اوكي اهني عندكم ثلاثة الاخصان العمل اللي راح يأتيكم كأنه ما احس انه مش عاجبكم لان انتو حين في مكان مريح اتعودتو عليه منطقة دولة معينة والعمل اللي راح يأتيكم راح يكون بعيد يتضرون في ان تسافروا لدولة ثانية انه تهاجرون تغتربون احس اهني ان طاقة برج الحمل يقول بينه وبالنفسه ما اتمنى اني اتغرب وابتعد عن اهلي اريد ان الفرصة تكون متوفرة امامي في نفس المكان اللي انا عايش فيه مع اهلي فرصة العمل فرصة الدراسة اوكي خلنا نشوف الحين الحياة العاطفية يا برج الحمل نشوف توافقك مع الشريك في الفترة القادمة خلال شهر سبتمبر اوكي فرصة الاكواب خلنا نشوف مع ايضا كارت واحد القمر طبعا خلال هاي القراءة راح تكون سريعة فما اقدر اني احدد هل هي قراءة منفصلين او مرتبطين او حتى عزاب ولكن الزبدة بشكل عام انه فيه عرض راح يأتيك اعتذار مبادرة اوكي من الجنس الثاني احتمال حتى من الشريك ولكن المبادرة احساني لها دوافع خفية لانه وراها كارت القمر شريكك كأنه يحاول انه بشكل غير مباشر يتقرب منك ولكن عنده شي معين في باله مثلا يتقرب منك عشان يتحكم فيك يتقرب منك عشان ياخذ شي معين منك شخص جديد ممكن يكون او حتى الشرك فانت لازم تكون جدا حذر واعي تحلل اي عرض اي فارس يأتيك بكوبر في الفترة القادمة لازم تكون واي يتحذر في تحليل طيب نيته تخلف في مستوى النية مثل ما الحين التارو يقرأ الطاقة على مستوى النية مو على مستوى الافعال اوكي نفس الشي لازم تسوي نفس الشغلة ان انت طبيعتك طيب ولكن مو اي شخص اترحب فيه وتدخل حياتك ومو اي شي اصير حولك تقتنع فيه بزرعة هذا في حياتك العظفية واللي ما عنده شريك ينتظر قراءة مواصفات الشخص القادم فيه طريقك القادمة ان شاء الله بسويها خلنا توف حين اخر شي الصحة شنو عندك في الصحة سبعة الاكواب اعراف كثيرة انت مش وافق شنو السبب احس ان عندك اعراف يمكن عطش الذهاب الى الحمان بشكل مستمر اوكي الم في الخاصرة الم في الظهر ولكن هني احس برج الحمل انه لما يكشف لما يذهب الى الطبيب يحلل ما يطلع فيه اي شي فهني اهو يستغرب ان ليش عيال يأتيني هذا الالم ليش تأتيني هاي النغزات بمثلا في خاصرتي او في مكان معين ليش عندها الصداع حتى اعرافت خلا نشوف اتوقع هني بما انه عندنا طاقة الاكواب السبب متعلق بكمية السوائل اللي في جسمك شيء خص السوائل وحتى في الحياة العاطفية عندكم فارس الاكواب باحتمال انكم تتعاملون مع شخص عند نكرت القمر برج الحوت هذا فارس الاكواب حوت عقرب او سرطان يعني برج مائي اخر شيء نشوف الامور القانونية يا برج الحمل اذا عندك اي امور متوقفة في النظام القضائي النجمة ولكن معكوسة طاحت مقلوبة هاي الكرت لما يكون الكرت شذيه معناتها امل او لحد الان في تسوية رح تكون في الموضوع عشر الخماسيات كأنما اشوف هني برج الحمل اذا عندك قضية موجودة حاليا الطاقة تقول لي ان الشخص اللي غلط مثل ما نقول احنا القانون لا يحمي المغفلين الشخص اللي ما كان عالم بخفايا الامور ودخل في الاتفاق دخل في الزواج دخل في الشراكة او اللي رح يضطر يتحمل النتائج سواء انت سواء الطرف الثاني اللي كان جاهل او اللي رح يضطر يتحمل ما رح يكون فيه اي نوع من التسوية في الفترة القادمة لانه عندنا كرت النجمة وهو الامل طلع معكوس يعني الرسالة هني ما فيها واحد اثمين الرسالة فيها هني عبء وتحمل لمسئولية وتحمل لمصاريف وتحمل حتى لمثلا عملية جراحية فشلت شي معين فشل رح يصير فيه تحمل تضطر انك انت او الطرف الثاني يتحمله على حسب من اللي مو في نظرك انت من اللي غلط في نظر النظام القضائي من اللي غلط من اللي وافق وكان لازم ما يوافق خلا نشوف الحين ما هي الطاقة اللي رح تتحداك طاقة التحدي خلال شهر سبتمبر يضغل ويت كرتات طاحة ما عليش الكرتات هذي يديدة عشان تبيه غرب الله اوكي اخر واحدة طاقة التحدي خلال هذا الشهر يا برج الحمل في ذكريات من الطفولة حنين للطفولة إذا تلاحظ من بداية القراءة العامة لهذا الشهر من بداية أمور الأموال كان التحدي هنا في الطاقة أن أنت تخرج عن المألوف حتى في الدراسة تخرج عن المألوف تخرج عن حتى أنك تكون يا برج الحمل تحت ظل أحد أو حتى أحد تحت ظلك ما عاد في ظلال خلال هذا الشهر هذا هو التحدي أن لا عاد تشوف هذه الطاقة أن أنت ما تقدر تكون في مجموعة خلال هذا الشهر ولا تعمل مع المجموعة ولا تستمت طاقتك من المجموعة فهني يقول لك التحدي أن شيء بخصوص الطفولة شيء أنت متعود عليه أن دائما تكون مثلا طفل وحيد والحين بيكون في ناس حولك أو العكس أنك دائما متعود أن في أمور معينة تمشيها بطريقة روتينية أنت اللي تقرر فيها الحين شلون التحدي أمامك خلال شهر سبتمبر شلون تكمل حياتك وتعيش وتنجح وفي نفس الوقت أشخاص وايد ما رح يتعاونون معه ممكن أخوانك ممكن أهلك أوكي هذا هو التحدي خلو نشوف الطاقة اللي رح تكون حليفتك خلال هذا الشهر يعني بالمختصر المفيد حق اللي ما فهم الرسالة هناك أن خلال هذا الشهر التحدي أنه تنجز اللي تريد أن تنجزه في حياتك عن زين تنجز أهدافك هذي اللي ابتدينه فيها خلال هذا الشهر ولكن من دون أن تعتمد على أحد ما يكون فيه اعتماد على البشر العنصر البشري رح ينسحب من تحتك يا برج الحمل خلال هذا الشهر اعتمادك الوحيد على الله وعلى نفسك طاقة العون لك العون هو عكس التحدي شلو رح يقومن خلال هذا الشهر تحدي جديد مهمة جديدة عشان تذي ما عندنا ملك طلع عندك أمير أمير الصحراء البيئة رح تكون صعبة ولكن انت رح تكون مثل الصبار عرف الصبارة والشي سمونا النبات الشوكي اللي يستطيع أن يصمد في أصعب وأحلك الظروف لما الكل خلاص يستسلم ويقول ما أقدر أو يبتدي يتعب أنت الظل واقف من تصد القوم اللي تحتاجها الطاقة اللي تحتاجها العون من الله سبحانه وتعالى رح يكون متوفر خلال هذا الشهر وما نحطيت في هذه الظروف المختلفة مو صعبة أشوف أن شهر سبتمبر ما رح يكون صعب رح يكون لذيذ باختلافه مختلف واعتمادك فيه على نفسك يعني هني يقول لك سورفايفل وفوس براميسز سورفايفل هو غريزة النجاة وفوس براميسز هو الناس اللي هني شربوا معاك شاي أو كوب من القهوة يوم من الأيام وعدوك إن رح يكونون موجودين عشان يصندونك هذلين اللي راح أوكي إما يدخلون عنك إما تصيروا ظروفة تبعتكم عن بعض تضطر أنك ظل واقف تشيل المسئولية مسئولية شي مسئولية أطفال مسئولية بزنس مسئولية أسرة مسئولية شي كبير في حياتك أوكي قراراتك الخاصة حتى أنت اللي رح تضطر هني تشيلها وبروحك خلال هذا الشهر أوكي وأنت على قد المسئولية أنت تقدر أنت عندك كل ما تحتاجه من خبرة وإرادة وحتى طاقة تقدر تنفذ هذا الشي بدون الناس هذه هي طاقة العن خلا نشوف المفاجأة لك ستة الأكواب رح تلتقي ب أحد المعارف أو أحد الأصدقاء القديمين اللي يرجعون لوقت الطفولة نزيل؟ لأن عندنا هاي بعد يخص شي من أيام الطفولة رح تلتقي أو ترجع أنت نفسك ترجع للطفل اللي كنت قابل الفترة طويلة يمكن الحين أنت صرت يا برج الحمل شكاك في الناس أو مثلا صعب أنك تثق في الناس بسبب الظروف صار عندك نوع من التشاؤم صرت وايد واقعي خلال هذا الشهر المفاجأ لك أنه رح تلتقي بشخص أو يصير موقف الموقف ممكن يكون في غلط قديم يذكرك بأيام طفولتك لعبة قديمة مثلا تشوفها تقول هاي اللعبة اللي كنا نلعب فيها لما كنا صغار مسلسل كرتوني تشوفها رح يرجعك إلى أنا من كنت قبل كل هالشوشرة في حياتي ما تصير رح يكون شعور جدا جميل تحس أن أنت رجعت إلى نفسك مو شرط أنك رجعت لشخص من الماضي أو حتى لصديق ممكن ممكن لأن هذا شيء من الماضي يرجع لك ممكن نفسك أو حتى شخص ثاني أنت تنتظر قدومة أنت كان لك الكثير من الأوقات السعيدة معك عزيزي بردك شكرا شكرا